تعال أديك شوية أمثلة لو روحت في أمريكا في جبل راشمور وشفت النحت بتاع رؤساء أمريكا السابقين هل تقدر تقف قدام وتقول يا خبر شو في المطرة والدست والزمن نحته هذه الأشكال؟ مستحيل تصل لهذا الاستنتاج لو وصلت لكده أنا بأغيب عقلي بالكامل صح وإهان العقل بالزبط وإهان العقل مع أني أنا ما شفتش نحات العظيم اللي عمل الشغل ده أنا ما شفتوش لكن مجرد أن أشوف المنتج بتاعه أقول ده لازم يكون فيه نحات عظيم جدا جدا وعنده سكيلز غير عادية مهارات ممتازة قدر بيها يعمل شكل الرؤساء دول من الديزاين من الديزاين بتاعه تعال أبقى أوريك حاجة فكرت فيها وأنا هنا أبيدها دي تحليل كتير يا أهلا لا دي صعبة أحكي لك مش شربك شوي ملقبط ملقبط ده الماب الخريطة بتاعة الأندر جراوند بتاع لندن أوه أوكي تمام خريطة رائعة جدا جدا فيها كل المعلومات وكل حاجة color coded يعني يقول لك الخط ده هيمشي كده ويقول لك أن فيه محطات تقدر تغير فيها للشمال والجنوب والغرب حاجة رائعة جدا لما تبص على الشبكة دي تفتكر أنها تكونت بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة استحالة مش كده برضو طبعا يعني ده إهانة العقلي أني أبص لحاجة معقدة كده وأقول أني ما فيش مهندسين عملوها وما فيش ناس حفروا أنفاء وما فيش ناس بنوا أطرات ده إهانة للعقل مع بعلمه كتير نظرية الانفجار العظيم الانفجار العظيم ده بيقول لك أنه تمدد عبارة عن نقطة صغيرة اسمها السنجلاريتي فيها المادة والطاقة مركزة جدا وبيقول لك أنها حصل لها تمددت بسرعة جدا وبعدين كونت الأجرام السماوية وبعدين الشمس وبعدين الأرض وبعدين المية وبعدين الحياة طلعت من المية ما فيش دليل على الكلام ده كله ده مش كلام علمي ده مش كلام مسبوط ده إفتراضات ده علم الأصول تمام أنا حطيت دي عشان أوريك الرسمة اللي بعدها ده جزء من الجهاز الأعصاب اللي جوانا الشبكة بتاعة الأعصاب اللي جوانا جوايا وجواك أكبر كبير كتير من شبكة الـ underground بتاع لندن شوف الشبكة دي معقدة إزاي الشبكة بقى بتاعة الأعصاب بتاعتي وبتاعتك أكثر تعقيدا المخ والحاجات وإحنا بنتكلم التجميعات دي معقدة جدا أنت بتسمع وبتشوف وبتفكر وبتتفاعل كل ده حاصل لإني فيه الدم عمال يوصل وياخد المواد اللي مش عايزينها ويتخلص منها ويحط لنا الأكسوجين اللي عايزينه ولو قررت أني أجري هيديني السرعة اللي أنا عايزها كل ده مش ممكن يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة أنا حبيت بس أحط الخريطين دول قدام بعض عشان أقول أني اللي هيبص على خريطة الـ underground بتاع لندن ويقول إن دي حصلت بالصدفة علي أنه يقول إن جهاز العصبي بتاعنا حصل بالصدفة وده مستحيل عايز أوريك القلب بتاعنا وهنتكلم عنه بس بصورة سريعة جدا جدا القلب عبارة عن مضختين مع بعض مضخة تطلع بطاقة قليلة ومضخة تاني تدي طاقة كبيرة قوي تمام فالمضخة اللي بتاخد طاقة قليلة دي كل الدم اللي في جسمنا بيتجمع ويوصل للنحية اليمين من القلب ولما يوصل فيه سمامات تفتح وسمامات تقفل لأنه مش هيفضل ماشي على طول أنت بتحرق خمسة لتر دم في الدقيقة تمام لما يوصل المضخة اللي بتدي ضغط المنخفض توصله على الرئتين عشان تاخد تغير الأكسوجين تاخد تحبت أكسوجين وتشيل تاني أكسيد الكربون وبعد أن ترجعه تاني للمضخة اللي بتشد جامد قوي بقى الناحية الشمال دي تبعت لحاجة اسمها الأورطة توزع على الجسم كله هل تفتكر ده كله ممكن يحصل بالصدفة والزمن وخوانين طبيعة طبعا أنت كطبيب وجراح وعندك سنين خبرة شو رايك بالجواب تسألني أنا لازم أسألك بالضبط أنا أقول أنه من غير المنطقي ومن غير العلمي أن يقول أنه ده حصل بالصدفة مستحيل مستحيل وبعدين المضخة دي وهي بتشتغل محتاجة طاقة أو بتطلع طاقة فالمفروض أنها تسخن جوانا وتبقى مشكلة كبيرة فالرب حط غشاقين يتحركوا وبينهم سائل عشان يمتص الطاقة دي بتاعة القلب هو بينبط وإزاي متثبت وإزاي بيتحرك حاجة الحقيقة روعة أنا عايز أوريك النبضات القلب مئة ألف نبضة في اليوم ده ممكن ناس تحسبها 72 في الدقيقة إضرب في 60 دقيقة إضرب في 24 أنا ضربتها وعملتها على الكالكيليتور فمئة ألف نبضة في الدقيقة في اليوم تخيل إزاي الجهاز ده شغاله وما بيتعبش وأنا نايم هو شغال أنا مش محتاجة شغاله لما صح الصبح هو شغال طول الوقت لأنه لو توقف حياتي هتنتهي هل ده يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة مستحيل مستحيل الحاجة التانية القلب ده بيدخ خمسة لتر دم في الأوعية الدموية اللي لو فككتها وحطتها جنب بعضها تعمل ألفين وخمسمائة كيلو متر واو لأن الشعيرات الدموية فيه الأرتريز والأرتريولز يعني فيه الشريان وفيه الشريان الصغير وبعد يتفرع لشعيبات والشعيبات دي تفرع لأصغر منها لحد أن الشعيبات الصغيرة قوي دي بتدخل فيها كرة دم حمراء واحدة دي حاجة مايكروسكوبية ما تتشافش هل ده يحصل بالصدفة والزمن مقوانين الطبيعة أنا بكرر السؤال عشان المشاهد يشوف قدامنا إزاي عظمة الله في جهاز واحد بنتكلم عنه جهاز واحد وطبعا مش داخل في التفصيلات الكتيرة بتاعته وإزاي بيشتغل وإزاي هو نفسه بياخد دم عشان يطلع الدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر